إيفا ما الأمر؟ لا فيوليتا أنت قولي ما خطبك لماذا تكلمين ماكس بدون علمي؟ قولي لي ما الذي تحدثت عنه مع سابا اليوم؟ ماذا؟ لا يهم سوف أريكي ما الذي سيحدث عندما تتحدثين مع صديقي وأنا أيضا ماذا؟ يا فتيات توقفنا حالا لقد انتهت الإجازة وعلينا العودة للمدرسة حسنا ستعود المدرسة ولكن كان صيفا مثاليا نعم يا فتيات هذا الصيف كان رائعا جدا سابا هل تتذكر عندما عملنا بك مقلبا؟ أتذكر ذلك جيدا لقد أبلينا بلاء حسنا كنت نائما ولم تشعر بأي شيء يا بنات سوف أنتقم من كن نعم كان ذلك لذيذا في الواقع كان من الممتع القيام به وكان لدينا الوقت لالتقاط سورة حسنا على الأقل لم ترفعوه على قطصكم وإلا لكان ماكس يضحك علي الآن هذا صحيح أتذكر من المقلب الذي قمته أوه شخص ما يتصل إنها كارينا نعم كارينا أسمع مرحبا فيوليتا أين أنت؟ أوه إننا موجودون في الفناء أوه سافا وإيفا معك؟ طبعا نحن دائما معا آه هل أستطيع مشاركتكم؟ أشعر بالملل ماذا تريد كارينا منها؟ لا أعلم حسنا إذا أردت تعالي شكرا لك أنا قادمة الآن جيد سوف تأتي كارينا كارينا حقا لماذا سوف تأتي؟ إيفا بعدما حدث يبدو أنها فهمت دعيها تأتي حسنا دعيها تأتي أتمنى بأن لا يتأذى أحد منها هذه المرة سابا أصمت ليس وقتك الآن مرحبا جميعا مرحبا كيف حالكم؟ نحن بخير كنا نتذكر الصيف جميل جدا ذكريات الصيف اجلسي كارينا آه نعم اجلسي علينا التفكير في ما سوف نفعله في عطلات نهاية الأسبوع اسمعوني يا رفاق في نهاية الأسبوع القادم لنذهب في نزهة ولندعو ماكس أيضا نزهة؟ هذا عظيم ممتاز فلنفعلها لكن لا بد أن يأتي ماكس معنا ولماذا سوف يكون أفضل معه؟ هذه هي الخطة وتاليا سوف نمشي اتفقنا سأحضر الطعام مفارش النوم وأنا سوف أحضر الخيمة واو كم أنتم رائعون أنتم مجموعة مميزة وودودة نعم مذهلة وودي نعم اكتشفت ذلك المرة الماضية لقد لاحظت حسنا إنني أشعر بالجوع الآن وأنا أيضا اسمع سابا ماذا لو حضرت لنا كوكتيل الحليب إنها لذيذة جدا كوكتيل الحليب؟ حسنا اوه سوف أساعدك وهكذا أتعلم حسنا هيا بنا ولكن لا تتأخر سنحاول سابا دمر الفيديو الخاص بما فيوليتا ايفا أريد أن أسألك شيئا ما تفضلي أسمعه هل سابا حقا صديق جيد؟ نعم لماذا؟ إنه مجرد سؤال هل تثقين به؟ بالطبع أثق ما هذه الأسئلة الغبية ولكن لماذا تسألين هل حصل شيء ما؟ بصراحة لقد حدث شيء هيا تكلمي أخبريني بما حدث أمستعدة لما سأقوله الآن؟ ماذا هناك؟ أنا هنا فقط لأحذرك تحذرينني من ماذا كف عن اللف والدوران؟ حسنا إيفا اسمعي فيوليتا كانت تتحدث مع سابا وقلبته ضدك هل قلبته ضدي؟ هذا مستحيل إذن لم تصدقي لا أصدق كما تريدين لكن الآن هم يتحدثون عنك بشكل سيء ماذا؟ هل لديك خطة؟ نعم وماذا ستكون؟ تذكري بعد ذلك لن يكون معك أي صديق والسابا قبل بذلك؟ نعم قبل بذلك يبدو أن السابا لم يعد يريدك ألا يحبني؟ لكن لماذا؟ لأنه يكرهك أتعلمين؟ لا أصدقك دعينا ننهي المشروب سريعا ونعود ولكن قد لا يكون لذيذا أبدا خذي الأمر ببساطة أنا رجل محترف أنا قلقة لأننا تركنا إيفا وكرينا وحدهما لا تخلقي عليها وجدت الآيس كريم وماذا سوف تضع فيه؟ وأيضا وجدت الحليب تبا واضح إنه كوكتيل الحليب وها هو سري الصغير المربى شاهدي يا فيلوتا وتعلمي نعم نعم في البداية نضع الحليب ثم نضع الآيس كريم ثم نأكل ما تبقى أحب الآيس كريم ثم المربى ضعيه بنفسك فيلوتا جيد حسنا الآن يجب علينا خلطها جيدا كما تريدين لا تصدقي سابه صديقي وقد كنا كذلك منذ عام ذاك كان من الماضي وانتهى وفيولته يا أعز صديقاتي ولم تفعل شيئا كهذا بي نعم فعلا ألم تلاحظ حماستها للذهاب معه لإعداد العصير؟ منزلت لا أصدقك إذا لنذهب إليهم ونرى لما الشمل هناك تعال يا إيفا لنرى ما يحدث هناك من هنا هيا انظري إليهم أترين كم هما سعيدين معا؟ أنا أرى أرى سيكون هذا الكوكتيل لذيذ سابا أنت خبير شكرا على المساعدة والآن هل رأيت كيف عانقت سابا صديقك؟ نعم لقد رأيت لقد أخبرتك سابقا لكنك لم تصدقي والآن ظهرت حقيقة سابا الآن دعيني لقد فعلت الكثير حسنا بينما أخذ المشروبات أرجوك قوم بالتنظيف أوكي أعتقد بأن إيفا ستحبه بنات لقد أصبح الكوكتيل جاهز شكرا سابا سأدعك تتحدثين مع سابا وسأذهب إلى بيوليتا ما بك يا إيفا؟ لن أخبرك هل شعرت بالضيق لأننا تأخرنا؟ لا يهم بعد الآن لا أستطيع فعله بشكل أسرع لقد كنت أعلم فيلوتا كل شيء عرفت كل خططها أخبرتني كرينا عنها أنا لا أفهم ما الذي لا تفهمه؟ كنت تتحدث عني مع بيوليتا لماذا تتحدثون عني؟ ماذا؟ أنا حتى لا أملك رقمها إذا أردت منها أي شيء كنت دائما أتحدث معك أولا الحقيقة هي أنه لا يهم نعم لا يهم هيا بنا نتحدث مع كرينا لن تحل شيئا أوه كرينا هل سوف تساعديني؟ سأفعل لكن أولا أريد التحدث معك معي أنا؟ عن ماذا؟ أصدقيني القول هل تثقين بأيفا؟ طبعا إنها صديقة مفضلة أتعلمين؟ عندما كنت تصنعين الكوكتيل مع ساذا ماذا حدث من أجل كوكتيل؟ ليس كثيرا لكنها ذهبت جانبا واتصلت بشخص ما يمكنها الاتصال بمن تريد لا يهمني لا يمكنك تخيل بمن اتصلت لقد اتصلت بصديقك ماكس ماكس وإيفا؟ نعم لماكس وماذا في هذا؟ يبدو أنك لم تفهمي اقترحت إيفا على ماكس الذهاب في نزهة ما الذي تقولينه؟ وفوق ذلك استخدمت أدوات التجميل الخاصة بك كثا كذبا ولماذا أفعل ذلك؟ ما سبب هذا؟ لكي تزعجي إيفا أيتها المغفلة؟ إيفا تحسدك على قوة الصداقة بينك وبين ماكس ولماذا تريد ماكس لديها ساذا؟ حقا أنت مغفلة بينها وبين ساذا الكثير من المشاكل مشاكل؟ لماذا ذلك؟ نعم وساذا لم يعد يحبها لا إيفا لقد وثقت بها كثيرا كنا دائما أصدقاء لا تثقي بل تحققي انتهى سأحل هذا نعم متشوقة جدا لمعرفة كيف يحصل ذلك لقد سئمت بالفعل من صداقتهم وغبائهم نحن بالفعل رائعون إيفا فيوليتا تعالي لنتكلم يبدو أن خطتي قد نجحت أخيرا إيفا ما الأمر؟ لا فيوليتا أنت قولي ما خطبك لماذا تكلمين ماكس من دون علمي؟ قولي ما الذي تحدثت به مع ساذا اليوم ماذا؟ لا يهم سوف أريكي ما الذي سيحدث عندما تتحدثين مع صديقك وأنا كذلك أيضا ماذا؟ يا فتيات توقفنا حالا ساذا؟ اسمعنا يا فتيات هناك أمر غير صحيح ما الذي تقوله ساذا؟ صدقوني كارينة افتعلت كل ذلك كي توقع بينكن منطقي جدا صحيح إنها تحسدنا فقط نعم أنا أعتقد ذلك واختارت كارينة الوقت المناسب فعلا لتحضير هذه المشاجرة فيوليتا لماذا دعوتها معنا؟ مهلا لم تعترضي عندما دعوتها ألم أقول شيئا؟ يكفي يكفي توقفني عن الجدال وتصرفنا كالأصدقاء ساذا أنت محف نعم جميعنا أصدقاء لنذهب إلى المقهى وبعد ذلك السينما نذهب إلى السينما هدأنا أخيرا سأخبر ماكس بكل ما حدث هيا نلعب اشتركوا في القناة